يتفكرون حسن الخلق هو الذي يبني الأمم وكما يقول أبو حامل الغزالي رحمه الله حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق حسن الخلق يؤدي إلى حالة من الوئام بين الناس بعضهم مع بعض سواء داخل البيوت التي نريد أن تكون آمنة في هذا البرنامج الأسبوعي من البيوت الآمنة أو بين أفراد المجتمع حتى أفراد المجتمع العالمي وعكس الوئام الخصام الخصام بين طرفين يضيق الصدر ويضيق الدنيا والدنيا على سعتها لا تسعى متباغضين اثنين وثقب الإبرة يسعى المتحابين في الله قال شاعرنا العربي يا حبذ العرعر النجدي والبانو وأضياف بأكناف الحمى بانو وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوا سموا الخياط مع الأحباب ميدانه ثقب الإبرة مع المحبين في الله بعضهم مع بعض يتسع بالناس كله والأرض على سعتها لا تسعى متباغضين اثنين يغضب أو يخاص مباجل زوجته يصير البيت المتسع يصير جحر ضب ولا جحر ضب ثقب إبرة ويصير تصير الجدران البيت كئيبة ويصير أثاث البيت الجميل قبيحا والأولاد الذين في وجوههم البراءة تتبخر وعند الأقام يرى الإنسان سبحان الله كما قال شاعرنا وعين الحب عن كل عين بن كريلة ولكن عين الكر تبدي المساوية عين الكر تبدي مساوئ الإنسان فأنا أريد في هذه الحلقة أن نرى ماذا يجل الخصام وماذا يثمر الخصام بيننا أول شيء الخصام إذا بدأ في البيت سبحان الله العظيم يعني قبل أن نبدأ بخضية الخصام نريد أن نرى نظرة الإسلام العام للنفس للنفس البشرية يعني الله لما يضع الموازين القسط اليوم القيامة قال ربنا فلا تضب نفس شيئة لم يقل فلا تضب نفس مسلمة ولا سواء نفس مسلمة يهودية نصرانية مجوسية كافرة فلا تضلم نفس شيئة حتى إن رجلين من الصحابة في أيام القادسية وجد جنازة لمجوسي يعبد النار ماتوا هو يعبد النار فوقفا لها تحجب الحاضرون قالوا أتقمان لجنازة مجوسي لقد قالوا يعبد الله النار قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقف لجنازة يهودي حتى توارت قلنا يا رسول الله إنه يهودي قال أليست نفسا خلقها الله عز وجل النفس الإنسانية الله عز وجل أعطاها قيمة ولذلك نقول سبع عشر تمركو اليوم الحمد لله رب العالمين ليس ربي أنا ولا ربك أنت فقط ولا لا رب الجميع ربي أنا وربك أنت ورب المؤمن ورب الكافر ورب كل هذه العوالم التي يعني ما سوى الله عالم كلها رب العالمين سبحانه وتعالى طيب الله عز وجل أنزل إلى الأرض أنزلنا إلى الأرض ووضع لنا سياج الخلق ووضع الخلق وربع الرسالة المحمدية فلذلك بما يأتي الخصام بالله عليكم يبدأ الخصام من الخصام بالزوج مع الزوجة للأخ مع أخيه والكارثة الكبرى ما الذي يعني نجنيه من الخصام وجوه مكتئبة وبعدين تدخل المسألة في غيبة ونميمة أنا أخصم فلان فلا بد أن أفضفض مع فلان وأتكلم مع فلان عن فلان تغضب الأخت من أختها والزميلة من زميلتها تنجس مع أمها تشكو ومع صديقتها تشكو ومع زميلتها في العمل تشكو ومع جارتها تشكو وكل هذه الشكاية تحت عنوان الغيبة قلت لها أنا لم أخذ لك إلا ما حدث قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه وقد اغتبته إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهت يبقى أول شيء نقصان الحسنات وكثرة الذنوب هذا أول ثمرة من ثمرة القصان الأمر الثاني كل ما أشوف من أخصمه أغتم والدنيا مش نقصة هموم الدنيا يعني غم الزوج ولا غم الزوجة ولا غم البلاء ولا غم الأولاد ولا غم الامتحانات ولا غم النتائج ولا غم الأسعار ولا غم قلة البركة ولا غم كثرة الذنوب ولا غم الإنحرافات العامة والإنحرافات الخاصة يعني من أي الغموم نبقيها ولسه كمان غم الخصام هذه قضية خطيرة الأمر الرابع أن الخصام يحول الكلمات الطيبة إلى معاني أخرى قلوا انظر سالم عليها إزاي قلوا ما زل سكال في عم قلوا عليكم السلام يا أخي قال عليكم السلام لكن لو الإنسان سار كما سار ابن عبد العزيز رضي الله عنه حفيد عمر دخل عمر بن عبد العزيز المسجد قبل الفجر فدس على رجل رجل نائم فوقف الرجل مذعورا يمسك في تلبيب عمر وليعرفه الأنوار مطفئة أأنت أعمى؟ قال أمير النوينة كلا فأرادت الحاشية أن تنبق فقال لهم عمر اسكتوا سألني سؤالا أأنت أعمى؟ فقلت له كلا يصل أو يبدأ الخصام من بداية سبحان الله كما قال حكيمنا العربي يعني لا يكن للخصام قلبك مأوى فلقد صار قلبي للحب معبد الله يعني الإنسان هذا الذي أنت ليه تملأ قلبك بالخصام طبعا تملأ قلبك بمحبة الناس حتى أحب الذين يعني تهوي بهم أحيانا ملكاتهم وشهواتهم ونزعاتهم والسيئة إلى الحضير ادعوا لهم يا أخي بالخير خذ قلبك رحيم عليهم سبحان الله رأى الحسن البصري صبيانا يطبرون ويزمرون في نهر الفرات في مركب ركبين قارب كده يوم العيد فالمريدين دايما يعني في حالة سخون عن الشيخ دايما الشيخ هادي التنميد دايما في حالة يعني عصبية في الأمر وأنه قالوا يا إمام أرأيت هؤلاء ماذا يصنعون فأدعوا عليهم رفع الإمام يديه إلى السماء بماذا يدعو لهؤلاء الشباب الذين يزمرون ويطبرون قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحوا في الآخرة بجنتك الله طب بالله عليك لو داع عليهم ماذا استفاد هو يرى فيهم خير لأنه يمكن هم شباب عزني هيسوا شوية يعني لحظة من اللحظات الأنس تعدي وتمر طبعا الذي أستفيده أنا إذا دعوته عليهم اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة طيب الخصام بين طرفين بين زوج والزوج بين الأخ وأخيه يخلي الإنسان يتعدى الحدود ونوصف بالمطففين قال ربنا ويل للمطففين الناس تظن من التطفيف في الكيل والميزان أنا يعني الكيلو عايز أبيعه لك كيلو إلا ربق وأنت تريد أن تأخذ مني الكيلو كيلو ربق كيلو جرام أنا عايز أعطولك 700 جرام أو 750 فقط وأنت تريد أن تأخذ الكيلو جرام 1500 جرام سبحان الله كيلو ونصف التطفيف هذا النوع من التطفيف فيه تطفيف في التعامل يعني أنا أطفف في التعامل أعامل يعني زوجة ابني غير زوجة ابنتي طب لماذا هذا التطفيف أعامل الولد هذا غير هذا التعامل أطفف في التعامل هذا نوع من التطفيف أكيد بمكاين مختلفة لماذا نعيب على القوى العالمية العظمى لأنها تكيد بمكاين مختلفة قتل امرئ في غابة يعني يعني جريمة لا تغتفر وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر يعني نود نتفهم فيه نشوف إيه القصة إيه هيكاية لكن قتل امرئ في غابة له هيئة وله مكان وله دولة تدافع عنه ومعه يعني هوية معينة مختصة عالمية من القوى التي تقارع عنها عظمى قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر ولذلك استقرأت تاريخ العالم في الخصام فرأيت العجب الخصام أدى إلى حروب بين البشر ايه قصة الحروب بين البشر وجدت أن منذ بدء الخريقة إلى سنة 1945 ميلادية حيث انتهت الحرب العالمية الثانية التي قامت في سنة 1939 و1900 يعني 1939 وستمرت ست سنوات وانتهت في أغسطس 1945 حدث في العالم كم حرب 34581 معركة لما نقسمها على خمسة ألاف سنة منذ أن رصدت تاريخ الحروب وجدت أن في كل سنة تحدث على مستوى العالم ستة حروب فاصلة اتنين يعني كل شهرين تحدث معركة ولم تسلم على مدى خمسة ألاف سنة أجيال يعني من الحروب ومن المعارك ومن الصراعات إلا أجيال ستة ستة أجيال فقط وكل الحروب بعد ذلك لا إله إلا الله يعني سبحانه الله كانت مليئة بها العالم كله وهذا دليل على إيه؟ دليل على أن العالم كله للأسف في حالة حروب بس في نقطة لما رصدنا الحروب أيام النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كان عندنا تقريبا 27 غزوة وتمانية وتلاتين سرية خلاص؟ مجموحهم اتنين وستين تقريبا خلاص؟ قتل من المسلمين عشان ننوش أعداد نقود نسب قتل من المسلمين واحد بالمئة وقتل من الكفار من نسبة أعداد اتنين بالمئة فهيبع عدد القتل من الطرفين واحد ونصف بالمئة خلاص ببالك معاي واحد ونصف بالمئة من عدد من عدد ايه؟ المقاتلين تمام؟ طيب الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية اللي استمر ست سنوات شارك فيها 15 مليون جندي ونصف تقريبا أو 600 ألف بالضبط 15 مليون قتل 351 مليون هتقول لي كيف تخطي يا ربي إصطفر 52 مليون هتقول لي فيه زي لأنهم كانوا يبيضون المدنيين عن بكرة أمين فنسبة القتلة في الحرب العالمية الثانية 351 بالمئة فانظر إلى الفرق في الحروب بين الإسلام وغيره أو رحمة المسلمين حتى في الحروب وقسوة غيرهم فانظر إلى هذه النسب يعني عدد القتلة في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من الطرفين كان 637 إنسان من المسلمين ومن الكفار عدد قتلة حوادث مرور بين مدينة ومدينة في أحد دولنا العربية يعني بالضبط كده في عام كامل يعني في خلال يعني العشر السنوات الحروب أيام المدينة المنورة وأيام الأعظم إنسان عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم عدد القتلة من الطرفين لا يتعدى ثونمائة قتيل من الطرفين سبحان الله فانظر إلى حتى في أدب الحروب في الإسلام سبحان الله عليه وسلم وانظر إلى هؤلاء الذين أبادوا البشرية ويدعون أنهم يعني الحضارات وإلى آخر أعودوا إلى القضية وأقول الخصام يبدأ العلم يبدأ من البيت الأول طب الله عليك لما يخاصم الرجل زوجته وعشرين سنة أو العكس يعني ما الذي نستفيده أولاد مهالهدين سواء نحن لا نتكلم عن مشكلة الطلاق لا لا نتكلم عن عن المشاكل الناتجة عن وجود أطفال أبرياء أمام أب شرس أو أم متعدية الأم والعيذ بالله لا تعرف الافتسامة ووجها والأب والعيذ بالله يعرف إلا إطالة اليد وإمساك الكف عن الإنفاق الشح والبخل والعيذ بالله رب العالمين النتيجة الحتمية أولاد مشوهين نخرجهم للمجتمع عندهم كل العقد النفسية البنت تروح بعد ما تقدر تبقى 18 و 20 سنة تتزوج تذيق العريس يعني لا إله إلا الله سوء العذاب والعيذ بالله رب العالمين والعكس نفس القضية الولد جاي العريس سبحان الله العظيم بكل عقده وكل مشاكل أسرته جاي عشان يركزها في إثبات رجوله أو ذكورته على هذه الإنسان بعد 10 و 15 و 20 سنة إذا حدث الطلاق فوجئنا وللأسف الشديد بحكايات عجيبة وغريبة وتنشر أمام الجميع وتنشر أمام الأصدقاء وأمام الصديقات وأمام العائلات وأمام الأسر ونبقى الصور مشوهة عندئذ نقول إن الوئام أرحم من الخصام وإن الوئام هو الذي يقرب الناس بعضهم لبعض ويشرح يعني كل واحد صدره للأخر ويتولى الآخر أن نسأل الله سبحانه أن يجعل من أهل الوئام لأهل الخصام كنوا معنا في الفاصل إن شاء الله حتى لا نتخاصم وإنما نتوائم بإذن الله أهلا بكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة ومع الأمل في أن يتبخر الخصام من بيننا ويعود بينه الوئام لكن هناك منابع تغذي الوئام ومنابع أخرى والعياذ بالله كالشجرة الخبيثة التي تغذي الخصام أول شيء يغذي الخصام الكبر كيف أنا لي رأي كويس أعرضه الآخر عنده كبر يأبى أن يقبل رأي فإذا لم يقبل رأي صار يرد على رد سيء فبالتالي أنا نفس إنسانية طبعت على حب من أحسن إليها وكريات من أساء فكلما أقول رأيا كلما قهرني وكهرني وقال والله هذا كلم خطأ يا أخي والله إله أبدا سبحان الله فهذا يزرع يعني بذرة الخصومة تدرع بذرة الخصومة يبدأ زهرة المودة اقتلعها وتزرع مكانها نبتة نبتة الخصام يقول لك يا أخي لا يقبل لي كلامك سبحان الله وأنت تلاحظ أحيانا في ولد متمرد عندك في البيت أو بنت متأبية فيبدأ سبحان الله العظيم الأم قد تغذيها ظنا منها أن هذا تقوية لشخصيتها لا لا أقول لي رأيك في حدود تقول رأيها في حدود في مودة في بسط للعمل الصالح ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفسط وتشاهل من أمامه وكانت الجارية تأخذه من كمه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن آل البيت جميعا إذن هذه المودة التي كانت في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم للناس لم تكن مودة للناس فقط لا دولا كان له مودة للجذع النخلة كمودة للحجر يقول كان حجر هنا يوم الفتح كان حجر هنا في مكة كلما مررته سلمت عليه فألقى عليه السلام الله أكبر الحجر عند مودة الحجر كان يسمع تسبيح الحصى في يديه هذه مودة مع الكون مودة مع الكون لما رأى الجمل يعني من صاحب هذا البعير الشاب من الأنصار قال أنا يا رسول الله قال إنه يشكو إليه أنك تحمله فوق طاقته اتقوا الله في البهائم العجموات يا الله من يعني أحزن هذه القبرة يعني إيه اللي دخل الحزن على العصورة الصغيرة هذه القبرة طائر كده بسيط تتحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم قال واخذنا أفراخها من تحتها يا رسول الله طلعوا فرع الشجر اللي يجيح حتى عش بتاعها وفيه أفراخ صغيرة أخذوها قالوا قال لهم أعيدوا إليها أفراخها من لا يرحم لا يرحم تعمل إيه بالفرخ الصغيرة من لا يسمونه ليونه من جهة تعمل بإيه سيبوا الأمه الله أكبر هذه هي الرحمة ولذلك لما رأى رجلا يجر الشتاء أمام بقية القطيع ليريد أن يذبع قال أتريد أن تميتها ميتتين أما في بيتك من الرحمة قدها إلى الذبح قودا جميلا حسن حتى الذبح إذا ذبحتهم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسن قتل روية في الأثر من قتل وزغة وزغ يعني شيء ضار إذا عقرب أو حي أو شيء يعني من أول ضربة كان له ثلثمائة حسنة ومن قتلها من الضربة الثانية له مئتي حسنة ومن قتلها من الضربة الثالثة كان له مئة حسنة يعني إذن كلما أسرعت بإنهاء حياته ويضار وخطر ووإلى آخره لكن من الواجب لا تعذبها لا تعذبها ماذا صنع الصرب مع إخواننا المسلمين في البوستن في هلسة سنة 92 من 18 سنة كانوا والعياد يمسكوا المسلمين أسرة ويبتروا لهم أسبوعين ويتركوا ثلاثة رمزا للتخليف كانوا يرسموا بالسكاكين على ظهور مظهور أسرة بالسكاكين الصليب حتى أفتت لهم الكنيسة بأن الكنيسة تحل لهم اغتصاب الفتاة المسلمات في البوستن فتم اغتصاب 60 ألف طفل وفتاة وامرأة عدة مرات والأوليسة اللي بيعترفوا من سنتين بهذا الكلام ليست عندنا هذه الخصومات قضية الإصراع في أوروبا ما بين الكاثوليق والبروتستان في الوضع حرب دينية معروفة الهدو الحمر كان عادتهم 150 مليون 150 مليون لهم ثقافتهم وجاء الذين ينقثون مكانهم اليوم أبادوهم باقي من الهند الحمر مليون مليون وكانهم مش يبادوهم بالأسلحة البيضاء والرصاص فقط لا ده كان يبادوهم عن طريق نشر الأمراض بين الجدري والحسبة والكدرة وكان يأتوا بهذه الأشيادة يعني أباته أصبحت الهند الحمر يعني تاريخ يروى معاني يعني من 100 سنة فقط سبحان الله العظيم وانتهى الهند الحمر لا يست عندنا هذا الوحشي أبداً نحن كمسلمين نريد أن نعود إلى البيوت لنزرع فيها الود حتى ينتشر الود في العالم والله إن الحضارات والمدنيات والاكتشافات والاختراعات لا تثمر لحظة الحروب ولا تثمر لحظة المعارضة تثمر في لحظة الأمن أما الخصومات التي بيننا فنجلس سوياً ونفرد على بساطة البحث أنا أريد أن أهمس في أذن الزوج والزوجة الذين يجلسون أمام الآن بينكم أخصان أنا أسألكم سؤال واحد على ما تزوجتم لما الرجل تزوجكم الموثق أو المأذون أو الشيخ أو القاضي أو غير قال زوجتكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صح؟ إذن كتابوا إيه؟ كتابوا سنة طيب هي الحياة دي كتابوا سنة أن يظم الرجل الزوجة لكتابوا سنة؟ أن تؤذي الزوجة زوجها وتقتل فيه إبداعه وهمته وذكاءه وفطنته هل هذه سبحانه أن يحبط الصديق صديقة سبحان الله أن يتكلم فلان على فلان هل هذا الكتاب و سنة؟ هل هذه حياة على الكتاب و السنة؟ لو جاءنا صاحبه الذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم والذي وضح لنا صغير الأمر وكبير لو زارنا في بيوتنا هل يدخل السرور عليه؟ سبحان الله هل أصبح الآن الوئام والهدوء النفسي هو الذي يسود بيننا؟ الإسلام كما تحدثت في الحلقة السابقة الأربعاء السابقة عن قضية فقه الذوق عايزين يكون عندنا ذوقيات عالية الإحساس قضية أن ألا أرفع صوتي على الآخرين ألا أناديهم بأسمائهم المجردة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدلل من حوله وكان الصحابة كذلك ما رأيناه يقول يا عمر يا ابن الخطاب يعني يا سبحان الله العظيم يا أبا تراب يدلل زوج ابنته علي رضي الله عن آل البيت زوجة فاطمة يا أبا تراب يا أبا الحسن الله أكبر يعني هذه الذوقيات أين ذهبت؟ فعندما يتبخر الذوق وتتبخر المواد والغئام يتبخر يدخل الخصام طب بالله عليك ماذا نكسبه من الخصام؟ الخصام هو الذي لا يضيق الصدور فقط ده يأتي بالأمراض تجد المرأة لو قعدت تعمل الأمراض التي عندها أو الرجل توتر العصب والضغط والإضطراب وبعد التلعثم في الكلام أو كثرة الكلام عنده عندها نشاط زي نتيجة من الكهربية زيدة من الكهربية الخلل الدماغي نتيجة هذه المعاملة والعكس الرجل عندما ياتي الخصام أولا تجده على المقهى جاعد في النادي جاعد مع الشلة جلوا يا ابن الحلال مش فيه عيال يا الله يعمل لهم يعملون مش مسئولية ألا إن كلكم راعم وأنت رايح تصدي فقط وناس هذه الرعاية يا أخي سبحان الله ادخل احتضر المشكلة ايه المشكلة؟ ايه القضية؟ كإذا عز أخوك فهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بجلالة قدره وعظمته ومكانته يقول يا عائشة أنا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني غضان يا الله أنت يا رسولة ترسد إذا أدركت متى تكون عائشة راضية فهي تتدلل عليه يقول له كيف عرفت يا رسول الله وعندما تكون عني راضية تقولين لا ورب محمد عظيم وعندما أكون غضانة قال لها تقولين لا ورب إبراهيم مش تقول له يا أخي من تفاهم ومن تعرف كل حاجة دا 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 عائشة طراز 2010 لكن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت والله يا رسول إنك في قلبي ولكن لا أهجر اسمك إلا بلساني يعني دا موضوع الدلال من المرأة هذا هو الأدب هذه الحصافة هذا هو الذي يريد الوئام أما من يريد الخصام يجي بغلوف المثل العام يجي كحالها يعميها يعني يجي يتودد يخرب الدنيا يكون متين أنت تقصد إيه أنت قصد ندخل في بعض الشمال لا إله إلا الله تكون النتيجة إيه سيئة والشيطان عندما يعني يريد أن يعطي أعظم أولاده يعني أعظم عمل من أعمال الشيطانة يجمع أولاده كل ليلة إن إبليس يتخذ عرشه على الماء كل ليلة ويجمع أبناءه ويقول من غرر مسلم اليوم أضع على رأسه التاج مين يستحق جائزة الشيطان الكبرى في الشيطانة وفي الأبلسة يقول أحد أبناء إبليس ظللت وراء أفلان حتى نام عن صلاة العشاء الآن يستيقظ ويصلي لا عمل بأي كلامنا ظللت وراء أفلان حتى صنع كذلك الآن يستغفر يجي ولد من أولاده إنما إيه إبليس ابن إبليس شيطان ابن الشيطان صحيوة لكن إيه شيطانة من بط أمه يقول أنا ظللت وراء أفلان حتى طلق زوجته يا الله يقول أنت ولدي حقا يلتزمه يحضون يقول لا سلا أنت ويعضع على رأسه تاج الأبلسة وتاج الشيطانة لماذا لأنه هدم بيت وعند هدم البيوت لا نجني خيرا لا في الأولاد ولا في النهوض عمرك شفت مطلقة أمسكت لسانها عن عرض مطلقها للا خلما ما مسكت لسانها عن عرضه وهو زوج فلما يطلقها بلد عليك هتقول فيه والله يا أصدقان عثمان ابن عفان وكان حيي وكان كريم وكان أخلاق وأنا اللي كنت سيئة وأنا اللي كنت ما حصلش لا عمر بسمعه أنا أربعين سنة أسمع مشاكل من أيام ما بدأت في الدعوة بالله عليك لو شفتها مرة بس خلت دعينا دعوة دعوة أمرأة صالحة والعكس ما رأيته مطلقا إلا من رحمي ربي طبعا يمكن أنه شفته أنا ما شفته أنا لم أرى هل فيه زوج طلق زوجته يقول لا والله ربنا أنا والله بصراحة ما كنت أستحقها بصراحة كانت زوجة صالحة بس أنا للأسف تمردت على النعمة وأنا التي ضيعت الذي ضيعتها عمر ما سمحت زوجه كب يقول لا 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 كالزوجة نكادية لهذه بالله وغير نظيفة في بيتها وبعدين بذيعت اللسان وبعدين أسرار تقول أنت إيه طب وده صبر عليها لغيرها تبداحين لماذا صبر عليها إلى الآن الخصام عبارة عن صورة من صور الشيطنة والأبلسة داخل البيوت تضيق الصدور تضيع النور من القلوب تضيع النور من الريش تضيع الرضا أنا لبقى بمتخاصم سبحان الله العظيم يعني سبحان الله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي كلام عندما يقول و يعني فيما فيما صحها وبعض من دخل بيته فصافح زوجته صافح السلام عليكم وربت عليها تساقطت أو تحتت ذنوبهما كما يتحت ورخ الشجل طب الله عليك يجرب كده خليها تجربه يعني السلام عليكم ورحمة الله سلم يا أخي سبحان الله طب الله عليك الذين يعني يبيحون لأنفسهم السلام في المصلحة مش تروح بتسلم على زميتك بأدب واحترام وتنهج ما يسأل الله أهلا وسهلا هذا طبعا لا يجوز هذا يا حسين برسل يقول الشيخ عمر جاء أنا لم أقول أنا أقول الزوجة في البيت إذ أمك أختك بنت أختك عم تدخلتك المحارم المؤبدة أما يعني الحكاية كلها مفتوحة على بعضها لا يعني يعني وردنا أن نرد إلى دين ردا جميلا حسنا حتى شربت الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر يعني أي شيء الكلمة الطيبة صدقة تبسمك في أخيك صدقة لا إله البر شيء هين وشنطلق ورسان لين أشياء بسيطة دي لتفتح القلوب لكن أنا لما أقابلك بكبر وأعملك بصرف وأنظر إليك من فوق من علي ألا تدري من تكلم ألا تدري من أنا ألا يا أخي أنت من أنت ابن التراب يعني تكون من يعني سبحان الله ولنا من كلنا لآدم وآدم من تراب لأننا لا فضل لعربيين على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقل والعمل الصالح العز نهد روع الخصام بيننا لماذا لأن المخاصمين الحقيقيين لنا ما حربناه نحن لا نحا ما حربنا إبليس بل بالعكس إحنا شجعنا إبليس على ما يصنع ماذا قال إبليس لنا قال عروا نساءكم إحنا عملنا إيه ودنا نسع معنا وطاع تعرض يا بنت تعرض يا بنت يا حرم لا إله إلا الله طيب إبليس قال والله اكرهوا بعض رحنا كلنا في المحاكم وفي مخافر الشرطة الله يعين القضاء ووقراء النيابة والمحامين وما في سلك القضاء وسلك الشرطة على المصائب التي تأتي سبحان الله قال إبليس لنا اسرق من المال العام في كثير مننا والعياذ بالله سارق المال ظن منه أن هذا كلأ مباح سبحان الله هل أطعنا وسمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال انظر إلى كيمياء السعادة سميك إله الله كيمياء السعادة إيه كيمياء السعادة من أمسى آمنا في سربه نعافا في بدنه عنده وقوط يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها بالله عليك بالله عليك كيف آمن في سربي وأنت عندك في البيت من لا يؤمنك في سربك أنا عايز الناس تؤمن بحضاء يا رجل يخرج للعمل وهو يضمن أن زوجته لن ترفع سماعة الهاتف وتشكو لأمها وتشكو لصديقتها ويتكون آمنة أن لا يذهب إلى زميلي في العمل فيقول لها صنعت وسوت وعمل كذا وعمل كذا وجابت أهله وفضلت سبحان الله فإذن من أمسى آمنا في سربه والأمن هذه نعمة لا تدنيها نعمة كم من دول ومجتمعات لا يأمن الولد بيبقى رايح بذهب للامتحان وسبحان الله العظيم خايفه أم أن لا يعود الرجل رايح العمل والأم تخاف الزوجة خايفة أن لا يعود وكم من أولاد كان لهم أب في الصباح صاروا في المساء أيتاما لمن قلة الأمن اللهم أمن بلاد المسلمين اللهم أمن أولادنا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الصومال وفي الريتريا وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل أرض يا رب تعبد فيها لأن الأمن نعمة نعمة من النعم ونحن بفضل الله نعيش في دولة آمن نسألها أن يؤمنها ويأمن كل بلاد المسلمين هذا الأمن يجب أن نشكر رب العبادة عليه لا يعرف نعمة الأمن إلا خائف ولا يعرف نعمة الأمن إلا مضطرب فمن أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه تعيزي تشتمش على رجلك كم من مريض اللي يستطيع أن يسير تأترى بعينيك يا أخي كم من إنسان فقد نعمة البصل تسمع بوذنيك الله أكبر في ناس والله يا شيخ يقولك نعم نعم ماذا تقول وعي السماعة وربما فقير يجد من يعطيه سماعة يسمع بها كلام الناس يرى الناس أفواه تفتح وهو يشقى بهذا الصمن سبحان الله وأنا أود أن تكون هناك قنوات خاصة للصم والبك لابد هذه حقوقهم عليهم كن قد لها بلغة الإشارة هذا حقهم تقول لبرامج وتترجع أما يجيب لي واحد في نهاية قاعة الشاشة سبحان الله أنا مش شايف ولا معقول هذا الكلم اقسمي أخي الشاشة نصفين أنت التقنية الحديثة ما شاء الله اقسمها نصفين نصف المتحدث ونصف المترجم هؤلاء لهم الحقوق علينا سبحان الله فأنا أرى أن من أمس مش أرى هكذا يرى النبي صلى الله عليه وسلم من أمس آمنا في سرب معافا في بدنه عنده قوت يوم ما الذي يضيع حياتنا أننا نريد أن نعيش بأكثر من طاقتنا لدخل خمسة عايز يعيش بمستوى تسعة ولدخل تسعة عايز يعيش بمستوى ثلاثين طب الله عليك طب هل هذا يعقل هل هذا هل هذا يجعل الإنسان ويقام بينه وبين الناس أنا عايز الأول قبل أن يكون هناك ويقام بينك وبين الناس أن يكون هناك صلح بينك وبين نفسك بالله عليك تستلح مع نفسك الأول لما تستلح مع نفسك تستلح مع الكتاب والسنة تستلح مع الكون تستلح مع الناس عندئذ تأخذ الناس وتقدر لهم أعذارهم تقدر لهم pleasures يعني التمس الأخيك من عذر إلى سبعين عذر فإن لم تجد له أعذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه نريد أن نكون من هؤلاء اللهم ارزقنا لوئام وأبعد عننا الخصام يا رب العالمين بعد الفصل نلقاكم إن شاء الله مرة أخرى لا تخاصموني وتبتعدوا عني بل نجعل بينني وبينكم وئاما إن شاء الله فأهلا بكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن الأدب في الخصام إن حدث وودينا أن يحل مكان الخصام الوئام إذا أراد الإنسان ذلك ادفع باللتي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ودي حميم ولكي ندفع باللتي أحسن نبدأ في تلق الاتصالات اتصال من أم سالم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وسلم السلام عليكم تفضلي السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام وفي بركاته تفضلي اسمعك ان شاء الله طيب يبدو انقطع الخط طيب اه تصال اخر من اميرة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وفي بركاته اه زي حضرتك يا ببنا والله يرضى عنك يا رب ويباركيك والله انا مطلقة حديثا من زوج كان فيه بيني وبينه مفترة خصام طويلة طيب وشقاق يعني والحمد لله تم الانفصال على خير واحنا دلوقتي بنا تواصل عشان خطر في بنا اولاد طيب لكن الحقيقة المشكلة هي الخصام اللي واقع ما بين افراد اسرته وافراد اسرتي انا اخواته هو معاديين اخواتي وازواجهم لمجرد انهم تندوني اثناء فترة الخصام انا ارجو من حضرتك توجه كلمة للاطراف يعني ان كان فيه خصام ما بين الزوج والزوجة سواء ربنا كمل بينهم بالمعروف او ان خصلهم بالمعروف يعني مش مفروض يكون فيه هذا الخصام وصلت الرسالة بارك الله فيه الله يهدي الحال يا رب ان شاء الله وصلت الرسالة ابو عبدالله السلام عليكم السلام عليكم ابو عبدالله يبدو انقطع الخط طيب طب اجيب بالاخت اميرة الاول ابو عبدالله معنا او لا انقطع يبدو الخط طيب ان شاء الله مشكلة المشاكل التي حقيقة عنوان كبير تعرضه السائل الان ان يعني ان يعني فترة يعني بعد فترة خصام او مشاكل حدث الطلاق خلاص اتنين احرار مع بعض بارغين راشدين عاقلين انفصلوا طيب لماذا يعوم او يسبح اهل الزوج وفق هوا الزوج او هوا المطلق ولماذا تسبح اسرة المطلقة وفق هوا هذه المطلقة هذه الكارثة يعني انا احنا ندخر الهوا وهذا والتطفيف وسوف اعود الى القضية مرة اخرى بعد هذا الاتصال اتصال من ام عبدالله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم كيف حالك دكتور اللي ارضى عنكم يا رب باركيكم اه عفوان دكتور عندي اللي يخليك ساسار نعم بالنسبة لزوجي قبل تقريبا اسبوع بالنسبة لزوجي ايبا قبل اسبوع تقريبا مثل ما تقول اندي حالة شك في زوجته اه ايبا فعج عليه الطلاق عنده حالة شك في من في اهله في زوجته نعم اوك فعج عليه طلاق انتي طالق 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 فشو ثوي في هاي الحالة؟ طيب حاضر فما في عندي إثبات أن الزوج عندها الحي إنما هو مبني على الظن والشك أيوة طيب إن شاء الله نكلم إن الزوج عق عليه الطلاق بالثلاثة بالثلاثة في جرسة واحدة مرة واحدة أيوة بس باني وباني ما في حد باني طيب خلا رب نهدي الحال حال وجيب إن شاء الله الاتصال من أم سيف السلام عليكم أرى السلام عليكم وعليكم السلام عليكم دكتور عندي سؤالين نعم السؤال الأول أنا الزوجة الثانية وحس بغيره وايد على الزوجة لدرجة نتوصلي المشاكل وياه وحس إنه وايد عصبي كيف أعالج هالشي هل هو عصبيته من البداية أم هو فيه شحن من الخلفه لا بعدين تعصب بش من البداية بعدين يعني عصبيته زادت كمان زادت زيادة طيب يعني كان يوصل للضرب لا حول ولا قتل طيب إن شاء الله نوجه إليه كلمة عسى ألا أكون عصبيا وأنا أوجهه لعدم العصبي إن شاء الله حال بارك الله فيك طيب نعود إلى عشان السئلة كل ما يدي شؤال ما زلنا مع الأخت أميرة في أنها تريد توجيه كلمة أو تريدني أنا يعني توجيه كلمة ويوجيه حقيقة لكل الأسر الأسر من الذين يعني يطلق زود جزده ويصير هناك معسكران بعدما كانوا معسكرين متقاربين حتى ربما يكونوا أقارب يكونوا أولاد عم أولاد خال أولاد خالة جيران أقارب من نفس القبيلة من نفس العائلة من نفس الندينة من نفس القرية من نفس المحلة يعني أنا أريد أن أقول لماذا نقف ونسمع للمطلق كل كلام نأخذه على أنه قرآن وسنة وأيضا نقف بجوار المطلقة أيضا كأهلها ونسمع منها كأن هذا إنسان هو عبارة عن أبو لهب وهي أسماء بنت أبي بكر أو العكس أو أن نقف بجوارها أو بجواره على أنها هي أم جميل حملة الحطب وهو مسكين أبو ذر الغفار يعني طبعا هذا تطفيف التعامل فأنا أود أن أقول لماذا يعني يعني ندخل أنفسنا فيما لا يجب لذين دولت توافقه في البداية منذ سنوات على الزواج إجاب وقبول رضا من الطرفين واختارت الأسرتان بعضهم البعض نتيجة استخارات واستشارات حدث أن الحياة لم تستمر لسبب أو لآخر سواء هو السبب هو أو السبب هي أو كلاهما طيب ما الذي يقلب يقلب ظهر المجن وتصير الأسرتان متعديتان بهذه ويخوض كل منهما في عرض الآخر هذه يعني بصراحة ليست من الإسلام في شيء أود أن يهدأ الجميع وأن لا يضيع كل منا الحسنات التي يعني صنعها الأخ عبد المنعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا مرحبا بك دكتور عم حالتك هل من الممكن نعد من أنواع الخصام بعدان عن كتاب الله وعدم تطبيقنا لما فيه الله يرضى عليك يا ابن والله سؤال جميل عبد المنعم يعني أفهلا هل الخصام هو عبارة عن ثمرة يعني كثمرة من ثمرات البعد وهل من الممكن عمل جائزة أفضل مطبق لكتاب الله مع أفضل حافظ لكتاب الله في جائزة دبي مثلا حالتك إن شاء الله اقتراح جميل وننوجهه للإخوة في جائزة دبي دولة القرآن الكريم إن شاء الله بارك الله فيك ونقول لحداتك يعني أن أرض مصر تحبك ومستقى إليك يعني نغضط أهل المراط على وجودك هناك ونتمنى يعني أهلنا هنا وهناك وفي كل مكان يقال في دائرة نحن نغضطهم على وجودك هناك الله يرضى عليكم مبارك فيكم يا رب شكرا الله رحمنا بارك الله فيك صاد من أم حسن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أيوه سمحت شيخ أنجي سؤال نعم صديقتي زوجها من نوع اللي دايما يحب يغازق فقال لها مرة إذا شفتيني غازلتان مرة أو كشفتيني أنا عندي علاقة اعتبر رفسش طالق طيب فشو حكم هذا يعني هو ربط طلاقه منها بأن تراها على يعني أنه يعني أيوه إذا ما كشفتها مرة أخرى أيوه أنا عندي علاقات أيوه تعتبرها طالق يعني لأنها قلت طلاق فرفض أن يطلقها فقالها خلاص أنا راح أترك هالأشياء كلها طيب إذا رأيتيني مرة أخرى أنت يطالق تعتبر أنت طالق طيب يعني تعالقها طيب حات باركة ضرق شكرا رب نهدي الحال يا رب صال من أختي عليا السلام عليكم مساء الخير دكتور أهلا وسهلا يا بنت يعطيك العافية رضا عليك دكتور سؤالي إذا مثلا الزوج شاف زوجتا مثلا على غلط أو شيء ويقب طلقها وبعد الطلاق قام يشهر فيها شو حكم التشهير هني يعني وذا كان التشهير مش مجرد شكوك أو ضنون يعني شو حكم التشهير هل هو يؤثم على التشهير أني شهر فيها بسمعتها وبين أهلها وقال هاي إنسانة مبزينة وكذا بعض حكم التشهير ده شيء هو آتم ولا يحقل أني شهر فيها طيب حار باركة ضرق فيك الأخ كان أم عبيد كان بتسأل عن الزوج في حالة من الشك نحو زوجته فطلقها ثلاثا أولا يعني أريد أن أقول لولدنا الزوج يعني الأحكام لا تبنى أبدا على الشك أبدا لا تبنى إنما تبنى على اليقين لأنه لدي أعراض والموضوع كبير ولا يجب أن يأخذك الشك ليصلك إلى اليقين دون يقين ثم أنت طلقت طبعا الطلق ثلاث مرات وإن كان هذا سؤال في الفقه يعني في برامج أخرى يجب عنه لكن الطلق ثلاث مرات في جلسة واحدة يعتبر طلقة واحدة لكن وجب عليه أن يعني لا يبني أحكامه على شكوك لأن هذا يهدم البيوت ولا يبنيها أبدا إلا إذا كان بعض من الناس عندها مرض الشك فيه ناس تفسر الأمور الطيبة على أنه أمور شر ولا يأخذ المحمل الجيد ولذلك لو أنك صادفت أمرا يتحمل 99% أنه فعلا خطأ وجانب 1.1% يحتمل أنه صواب فخذ على أنه يحتمل الصواب هكذا يكون المسلم دائما المسيف كانت بتشكو من عصبية الزوج تزيد أولا إذا رأيت زوجك قد زاد في عصبياتك كبري لأن العصبي هذا نوع من أنواع البراكين البركان والزلزال والحريق والسيول لما تظهر واجب علينا أن نكبر فلو كبرنا إن شاء الله رب العالمي ربما يهدأ ونسأل الله أن يهدئ الحال بإذن الله رب العالمي إن شاء الله يبدو إتصال من علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا علي الخير الله يخلي دكتور والله إني أحبك في الله حبك الله ودد أحبك فيه تاني شيء يعني والله دكتور يعني ساعات بحس لما عايز أرى كرآن وبحب أسمع كرآن أنا مالش استعملني بس الموضوع بعيد عن الموضوع بحضرتك بس أنا موضوع ده تتعبني جدا يعني لأ أنا بأكون عاوز أصلي وبحب أسمع كرآن وبحب أسمع خطب وكده بس يعني أجي عند ساعة الصلاة بألاقي حاجة تلهيني بألاقي حاجة تشغلني عن أي حاجة عن فعل الخير يعني نعم نعم بالضبط فهمت يعني طيق فايريت قولي على شيء أمسع لي لإني ألغم أحب ربنا جدا ويزعل مني شخص بارك الله فيك يا ابن مجرد شعورك بهذا هو شعور خير إن شاء الله لكنه كان هناك من وقت في البرنامج سوف أجيبك أمو عادل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم يا بركات أعطيك العافي يا دكتور الله أفضي عليك يا بنتي شكريم يا رب أعز الله أنا بدي أحكي لك أنا يعني متزنزل من سخص هو يعني منيح الحمد لله وأخلاقه منيحة وهيك لكن عندي مشكلة إن هو ما بصلي لا يصلي آه ما بصلي إنتي إبو عادل زواجتي من البداية إنه لا يصلي والله أنا كانت فترة زواجي يعني فترة خطبتي إنه إذا اختبني وصفر وقدر بقعد معه هو كان برا فقالي إنه أنا بصلي وأنا وانا سألت إنه بالجامع من لا بالبيت قالي لأ يعني أنا أكتر الأحيان بالجامع بالظروف شغلي أحيانا إنه بيكون بالبيت يعني من هذا الحكي المهم يعني لا يصلي الآن خالص ينقطع بصلي مثلا ثلاث الجمعة بس يعني إنه هيك يعني أنا يحدث بكير مديقني عنيد في النصيحة يعني لا أخبر النصيحة لا هو يعني هو بس أقوله بقوله إنساء الله يعني إنساء الله الله كريم هذا إنسان ربنا يهديه إن شاء الله أوضح المسأل أحضر بارك الله بارك الله سكرا جزيلا أهلا نبدأ في الإجابة قبل أن يعني ابننا عبد المونعم كان يقول هل خصام ثمرة البعد عن كتاب الله 100% يعني نحن نحن مسلمين بالتبعية أو بالوراثة أو بالهوية أو شهادة الميلاد لكن الإسلام الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه هذه يعني أنا لما لا يسم المسلمون من لسانه هذه كيف يكون عندي إسلام من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم إذا لم يأمن الناس على دينهم وأعراضهم مني فكيف يكونوا مؤمنا المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم أموالهم والمسلم من سلم المسلمون من ديستان وادي لم تنوصلاته بهذا المنطق البغي يتعدى على الناس هذا ليس من طريق طيب صديقتها محسن تقول أن صديقتها زوجها كشفت عنه أمرا سيئا فقال لها إن كشفت أمرا آخر من خطوات انحرافاته فأنت طالق ولو علق الطلاق على شرط فعند بعض الفقهاء يقع وعند البعض الآخر لا يقع لا داعي لأن هو الأفضل من هذا كله أن يستقيم على طريق